اشتركوا في القناة 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 قَالَ اشتركوا في القناة 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 لأنهب لك غلاما زكيا قالت ربي أن لا يكونني غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا ولكذلك قال ربك وعلي هدين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا أقضيا فحملته فانتبلت به مكانا قصيا فجاءنا البخار إلى جذع نقلا وقالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا مانسيا لا تهرى من تحتها ألا تنسني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلا تساقط عليك رطبا جديا فكني واشرني وقرني عيلا فإما توين من البشر يحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن مكلم اليوم فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جدت شيئا وظررا فليا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك راسل وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كانت المهد صليا قال إني عبد الله أعطني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاري وأوصاري بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرر بوالدتي ولم يجعلني جبار شفيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى من ضريا قول الحق الذي فيه يمترون ما كان من الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضوا أروا فإنما يقوله فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاحتلف الأحزاب منهم بينهم فويل من الذين كفروا من مشهد من عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوا لنا لكن الضالبون بأغنى فغاني ما شاء الله من اللمث fought أنه م representing عندنا طالب شخص من النساء فهو بابترسي سبحانه تارك正恋 توك superfic ما عالك و السلام و رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله ما شاء الله how old are you Hussain nine you are nine ما شاء الله how many Jews you memorized ten ten ما شاء الله تبارك الله may Allah give us give you tufiq to finish inshaAllah soon حفظ القرآن بذل الله عز وجل بذل الله عز وجل يا رب العالمين بسم الله you can recite انتشه 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 بذل مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دمى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البطر وما طغى لقد رآى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الزكر وله الأنفى تلك إذا قسمة قيدة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من تلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاء من ربهم البدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله فتح الله عليك حسين أنت لست حسين فقط أنت الشيخ حسين وأخوك الشيخ علي الله يبارك فيكم جميعا جزاكم الله خيرا الشيخ عيسى تفضل الشيخ عيسى المكروفون عندك بسم الله والحمد الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله أريد أن نقلت في بعض المنزل أريد أن أتذكركم عن رمضان سنعرفكم سنعرفكم بسنعلم بلس المنزل رمضان سنعرفكم سنعرفكم رمضان ونفاق and do good deeds so Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran mentioned about Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us ordered us to to fast Ramadan as he ordered us as he ordered the nations before us so we are not only the Ummah we fast there was many Ummah the Prophet's times before us they fasted before us and Allah subhanahu wa ta'ala he cleared and mentioned the purpose of fasting Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need our fast the fast is just for us it's in our scale the purpose of that the reason for fasting is to gain taqwa to become muttaqim muttaqim means pious people and my dear brothers and sisters in Islam we have to remember the holy book of Allah the best book of Allah the Quran was revealed in this month Allah subhanahu wa ta'ala loves this month and in this month the most holiest best night in this month the night of Laylatul Qadr which Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the first bears from the Quran in this night Laylatul Qadr may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to reach that night so in this month we have to remember the great ni'mah when Allah subhanahu wa ta'ala has given us the chance and the opportunity to worship Him and to be closer to Him and at the same time we have to remember and we have to think how to invest our time we have to remember and this month Prophet sallallahu wa sallam he said whoever fast whoever fasted in the month of Ramadan with faith and sincerity for the sake of Allah all of his sins previous sins will be forgiven and the Prophet sallallahu wa sallam he said whoever prayed Qiyam al-layl in the month of Ramadan the whole month of Ramadan for the sake of Allah with faith and sincerity his previous sins will be forgiven what a great reward will be waiting for us when we do the things the great things so my dear brothers even when we are staying at homes we have the same opportunity to worship Allah subhanahu wa ta'ala to increase our good deeds so we have the opportunity even when we are staying at home Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful Allah subhanahu wa ta'ala is the most generous Allah subhanahu wa ta'ala is the most loving al-wadu subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala gives us this opportunity if we come to if Allah subhanahu wa ta'ala enable us to come to the masjid that's great but if we can't at these difficult times when the illness is at these times so we have to increase our du'a to Allah subhanahu wa ta'ala remove the illness at the same time we have to worship Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan and I think if we think positively about the Ramadan maybe Allah subhanahu wa ta'ala has given us the chance to spend the time with our family with our kids with our wives and to spend the time and to pray with them to gather them together and to pray behind us each other so to let your kids to your maybe brothers and sisters to lead salah to have many things to share many things as a family as families reading Quran doing dhikr reading some stories about the prophets reading the tafsir of Quran the explanation of the Quran interpretation of Quran to spend time together believe me my dear brothers and sisters in Islam plenty of time we're going to have in Ramadan if we don't use it beneficially wallahi will be hujja will be burden of us in the day of judgment why because there are plenty of times we can reach one of the highest level in Jannah if we use the time with sincerity with faith and in beneficial things but if we waste it by watching movies and listening to music or doing something even not haram but just wasting it with nothing that will be wallahi will be really the real lose may Allah subhanahu wa ta'ala protect us I advise myself and you to have a plan to have a schedule from now now from now we have to sit as family as a family the dad the father the mother the kids the sisters brothers sit together okay what we're going to do in Ramadan have a schedule plan okay in the morning afternoon and in the evening so we have to fill our time with with the good plan and then that time we will reach we will we will have the success and Allah subhanahu wa ta'ala will make us the successful people if we have a plan from now and inshaAllah subhanahu wa ta'ala and in this bliss month sha'ban is an introduction to Ramadan if you start now fasting from now and doing good deeds inshaAllah Ramadan will be inshaAllah subhanahu wa ta'ala success in our life and the last thing I'm going to finish with the last thing remember the night of Laylatul Qadr Allah subhanahu wa ta'ala has revealed one surah talking the act of worship the act of worship in this month in this just night is equal more than 100 years can you imagine just one night one night how how great it is so in this night Allah subhanahu wa ta'ala has hidden this night we don't know which night exactly but we try our best to reach and to every night to stand and to doing prayer so this night so this night we have to prepare for this night for the first 20 days in Ramadan I think we have to remember this night we have to remember the virtues what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran about Ramadan about the month of Ramadan and remember to be like the Prophet generous kindness beautiful to our parents and to be patient in this month of course we have many many times maybe we get bored but if we have a plan Allah subhanahu wa ta'ala will make it easy inshaAllah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala protect you inshaAllah I'm so so pleased to see you to talk to you that's my honor jazallah subhanahu wa ta'ala my dear brother Shaykh Abu Usama to give me that opportunity to read and to give that small reminder jazakumullah khair may Allah bless you all wa jazakumullah khair Shaykh Abu Usama baarakallah fi baarakallah fi katab Allahu ajrak wa nufa'allahu bi'ilmik wal muslimi ma'arakallah fi inshaAllah may Allah give us to speak to do our Ramadan best and inshaAllah Laylatul Qadr because Laylatul Qadr is equal 100 khairun min alfi shah 100 thousand month inshaAllah may Allah give us tufiq now Shaykh Aysa stay with us please if it's okay so maybe we need your help in translate English because your English is mashallah is better than me my English is so weak I love that so we will be go to the Shaykh our beloved guest mashallah from Saudi Arabia Shaykh Umar Al-Ghamdi mashallah Allah عمر to recite from Quran with his beautiful تلاوة بيذ عز وجل شخيخ عيسى تفضل شخيخ عيسى شخيخ عمر تفضل شخيخ عمر كم دقيقة تولدون عندك عشر دقيقة شيخ عيسى عيسى ولا عمر الله يهديك أبو سامة أنت تارث مش كلها يا أبو سامة الشيخ عمر تفضل أشيخ عمر عندك عشر دقيقة الله يحبك الله يبارك فيكم بزاكو الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم عفونا شيخ عيسى عفونا شيخ عيسى عفونا شيخ عيسى شيخ عمر شيخ عمر خبر عفونا شيخ عيسى عفونا شيخ عمر عفونا شيخ عميسى ويهو أعرض ويهوه أعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم إن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قموا أنفسكم وأهليكم نارا قموا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجار عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات لكن تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة لوض كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقين وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بنلي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا طيب الله أنفاسك طيب الله أنفاسك شهر زيت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله صلى الله يفتح لك ويبارك فيك ويوور دربك يا شيخ كتب الله يا شيخ سبحانه أنا كنت أتحدث والمكروفون مغفو مغلق حمد الله خير لا شهر الشيخ عمر ما شاء الله تبارك الله he got four إجازة الحمد لله last إجازة he got this month in Qaloon الحمد لله ما شاء الله تبارك الله so I need to ask شيخ عمر to introduce yourself ممكن تقدم نفسك شوية ممكن نتعلق عليك أكثر يا شيخ والله أنا العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى عمر الغامدي ويكفي أني محب للخير محب للقرآن ونسى الله نجعلنا من أهل القرآن أنا كنت إمام وخطيب سابقا والآن الحمد لله أطلب العلم وأنا معلم تربية إسلامية في المدارس وكذلك عندي أربعة إجازات قرآنية ولله الحمد والفضل على شيخ الشيخ محمد علي إبراهيم حافظ جزاه الله عني خير الجزاء إجازة في حفص عن عاصم وإجازة في شعبة عن عاصم وإجازة في ورش عن نافع وإجازة في طالون عن نافع ولله الحمد ونسأل الله المزيد من فضله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أصلا جعل ذلك حجية لك وإنفاق الإسلام والمسلمين أمين زكرا أخير 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 وكذلك أخير همين أخير جعل لك أخير جعل اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا منان يا بديع السماوات والأرض أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله الله ربي ولا أشرك به شيئا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فرج الغمة عن هذه الأمة اللهم فرج الغمة عن هذه الأمة اللهم فرج الغمة عن هذه الأمة اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء يا رب الأرض والسماء اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء يا رب الأرض والسماء اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء يا رب الأرض والسماء اللهم فرج همومنا اللهم اكشف غمومنا اللهم نفس كروبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر أمورنا اللهم حقق رجاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم أغن فقراءنا وفقراء المسلمين اللهم قوض عفاءنا وضعفاء المسلمين اللهم انصر مظلومنا ومظلوم المسلمين اللهم ثبت صالحنا وصالح المسلمين اللهم وفق مصلحنا ومصلح المسلمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم الوقوف بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد واجعلنا من أهل سنته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وأسقنا من حوضه الشريف شربة لا نغمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارزقنا شفاعته يوم القيامة اللهم واجعلنا من أول الداخلين إلى جناتك من أمته وأسكننا الفردوس الأعلى من الجنة بصحبته يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان اللهم أعذنا إلى المساجد اللهم افتح لنا أبواب المساجد اللهم افتح لنا أبواب المساجد حتى نعبدك فيها راغبين وراهبين اللهم أعذنا إلى المساجد مصلين خاشعين تائبين مقبلين مخلصين يا أرحم الراحمين بعد أن تصرف عنها كل شر وضر وأن تصرف عنا هذا الوباء يا رب الأرض والسماء اللهم ما دعوناك من خير فاجعله لوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن نحبه فيك ومن أوصانا بالدعاء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله أمين جزاك الله خير صلى الله يتقبل منا ومنكم صالح نعم جزاك الله خير شيخ عمر جزاك الله خير باركا ما فيك خضر الله ومعيد أصول الله يكتب لك الأجر فعلى المنصة تعالى نقول لك جزاك الله خير بإذن الله عز وجل وأود أن ترسل رسالة لأن اللغة تحتاج إلى تحسين أود أن ترسل رسالة إلى الجميع أن يحبهم في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر اللقاء بكم إما في رمضان هذا أو في أي وقت آخر بإذن الله سنعود المساجد وبإذن الله ستفرج هذه الغمة بإذن الله تعالى وسيزول هذا المرض قريبا إن شاء الله فاصبروا وتأملوا بالفرج إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل أنا أترك المكروفون هذا لشيخ عيسى لأنني أنا ما أقدر أترجم هذا شيخ عيسى تفضل يساعدنا الشيخ عيسى شيخ عيسى دقيقة دقيقة بعد ذلك أنا أفتح لك البيك تفضل شيخ عيسى ترجم لنا الشيخ شيخ عمر may Allah bless him إن شاء الله he has recited really really beautifully may Allah bless him and the dua was really lovely إن شاء الله he really touched our heart may Allah سبحانه وتعالى accept his dua and he said to every one of us he loves us for the sake of Allah and he hopes he's hoping إن شاء الله soon we will be إن شاء الله meeting if we want to be able to meet in Ramadan maybe after Ramadan إن شاء الله and he made dua to Allah سبحانه وتعالى to remove the illness from this world and from this ummah and إن شاء الله to reopen the massages for us إن شاء الله again to come back again to the massages to worship Allah سبحانه وتعالى with sincerity and with truthfulness and for إن شاء الله سبحانه وتعالى may Allah enable us to do that soon yeah Allah سبحانه وتعالى the mercy of Allah سبحانه وتعالى جزاكم الله خير جزاكم الله خير and thanks جزاكم الله خير everyone those who joined today إن شاء الله next Friday as well إن شاء الله same time 7 o'clock إن شاء الله we will meet you again بذن الله عز و جل جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبرك الله فيك شيخ عمر وبرك الله كرمك الله شيخ عمر وشيخ عيسى كتب الله عزيلكم